السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويبهل فيديو رح نستعرض معكم عشر حلول لنحل مشكلة استمرار انقطاع الواي فاي أو فصل الانترنت عن شاشات التلفزيون الذكية وشرحنا اليوم رح يكون تطبيق على شاشات سامسونج طبعا بإمكانك تجرب الحلول على أي نوع من أنواع الشاشات الثانية وكمان رح أحكي لكم عن أفضل حل أنا جربته ونجح ماهي بشكل كبير في آخر الفيديو طبعا إخواني أغلبنا باستخدم روترات الانترنت اللي بتعطينا إياها شركة الاتصالات طبعا هاي الراوترات بالعادي بتكون مشفرة وذات قدرات بصراحة محدودة بتختلف عن الراوترات اللي احنا بنشتريها طبعا هاي الراوترات ما بتقدر تستوعب أكثر من 32 جهاز من الاتصال فلما يصير عنا عدد أجهزة كتير متصلة في الانترنت من خلال هذه الراوتر بصير عنا الراوتر يفصل أجهزة على حساب أجهزة ثانية فأنت هون عندك حلين إما أنك بتستبدل هذا الراوتر براوتر ثاني بقدرات أفضل أو أنك تعمل رستارت لهذا الراوتر علشان يقدر يشطب كل الأجهزة اللي كانت متصلة ويرجع يشبك من أول مجديد طبعا الحل الثاني كثير بسيط وسهل راح تروح على الريموت كنترول الخاص في جهاز التلفزيون وتضغط على زر الباور لمدة ثلاث ثواني إلى خمس ثواني طبعا التلفزيون راح يعمل رستارت بتضلك ضغط على زر الباور حتى يضر إليك شعار سامسونج وبمجرد ما يشتغل معنا التلفزيون راح نروح مباشرة على خيار الشبكات وندخل الباسورد الخاص في شبكة الواي فاي والحل الثالث راح نروح على الإعدادات على خيار العام بعدين على الشبكة بعدين بنختار حالة الشبكة راح يحاول يعمل اتصال ما راح يزبط معه راح ننتقل على خيار إعدادات الـ IP بعدين راح ننزل لعند خيار إعدادات الـ DNS وبنختار هون الإدخال يدويا وبندخل هون أرقام الـ DNS اللي هي عبارة عن أرقام 8 8 8 8 4 8 بعدين بنعمل موافق ونجرب نعمل اتصال مع الشبكة إذا ظلت المشكلة موجودة جرب معي الحل التالي والحل التالي إنه نعمل إعادة الضبط للشبكات راح نروح على خيار العام وبعدين نروح على خيار الشبكة بعدين بننزل لعند خيار إعادة الضبط الشبكة نضغط عليه راح تطلعنا رسالة ثانية نضغط هون على إعادة الضبط منستنى شوي ونروح على إعدادات الشبكة ومنختار شبكة الـ Wi-Fi تبعتنا ومندخل الباسورد في حال ما زبط معنا هذا الحل راح نجرب الحل التالي والطريقة الثانية إنه نعمل تحديث لنظام التلفزيون اللي موجود عندنا طبعا في حال كان عندنا إنترنت على التلفزيون راح نروح على خيار الدعم وندخل على خيار تحديث البرنامج وبعدها منضغط على خيار تحديث الآن طبعا نستنى حتى ينتهي من العملية ومنجرب ندخل على شبكة الـ Wi-Fi ونشوف مشكلة إن حلت ولا لا وفي حال ما كان في عنا إنترنت على التلفزيون راح تدخل على هذا الموقع اللي موجود قدامنا على الشاشة وتحمل نظام التشغيل الخاص في التلفزيون تبعك وتثبته عندك على التلفزيون وأكيد راح أعملكم فيديو ثاني نشرح فيه طريقة تحديث نظام التشغيل على أجهزة سامسونج عن طريق الـ USB وراح أضفلكم إياه في الوصف للناس اللي حابة تجربوا والحل السادس إنه نعمل مسح لكل الأجهزة اللي متصلة معنا بجهاز التلفزيون راح نروح على الإعدادات ونروح على خيار العام بعدها ننزل لعند خيار مدير الأجهزة الخارجية وننزل ونختار خيار مدير أسف إدارة توصيل الجهاز بعدها نروح على قائمة الأجهزة راح يعطينا كل الأجهزة المتصلة بجهاز التلفزيون ونختار منها خيار التحرير بعدها نعمل تحديد الكل ونختار حذف والحل الرقم السبعة إنه نعمل إعادة ضبط مصنع لجهاز التلفزيون الطريقة راح نروح على الإعدادات وننزل لعند خيار عام بعدها راح نروح ننزل لعند خيار بدء تشغيل الإعداد طبعا هون لازم ندخل رمز الإفتراض اللي هو عبارة عن أربع أصفار مجرد نندخل هذا الرقم مباشرة راح يعمل إعادة ضبط مصنع للجهاز هون احنا منختار اللغة ومنختار الدولة تبعتنا مباشرة برجع يشتغل معنا الجهاز منجرب نشوف إن حلت معنا هذه المشكلة ولا لا والآن إخواني راح حكي لكم عن أفضل حل أنا لقيته فعليا هو عبارة عن حلين يعني نقدر نقول الثامن والتاسع أنت بتختار أي واحد فيهم بناء على المواد الموجودة عندك وسبب هذه المشكلة الأساسي هو اعتماد كثير من الناس على الراوتر أو على مقوّل إنترنت الإكستندر ديوال باند اللي بتعمل عنا شبكة واي فاي بتعتمد على ترددين 2.45 جيجا هيرز وعلشان تفهم علي أكثر وتعرف بالضبط شو اللي لازم تعمل وإنت لاحظ معي عندي هون على الموبايل شبكة الواي فاي اللي عندي موجودة على الراوتر عندي هون شبكتين الأولى بتدعم ترددين اللي هم 2.45 جيجا هيرز الشبكة الأولى وهي الشبكة الثانية اللي موجودة عندي تحت بتدعم تردد 2.4 خلينا نقول يعني بالعامية النظام الواي فاي القديم والمشكلة الأساسية إنه معظم شاشات سامسونج اللي تم تصنيحها في عام 2018 وأقل بتعتمد على نظام الواي فاي بتردد 2.4 فإذا انت جربتش بكها على تردد الخمسة جيجا هيرز رح تظل المشكلة موجودة عندك طبعا الشاشات اللي بتدعم فقط تردد 2.4 زي ما حكينا اللي تم تصنيحها في عام 2018 وأقل واللي بتبدأ فيه NU6, NU71, NU72, NU73 وحل هذه المشكلة بيعتمد على إعدادات الراوتر الموجودة عندك تدخل على الراوتر على إعدادات الواي فاي وهي بتعمل شبكة واي فاي جديدة بتردد مستقل اللي هو 2.4 جيجا هيرز زي ما أنا عامل عندي هون عامل شبكتين هذه الشبكة الثانية عاملها بتردد 2.4 وفي عندي كمان شبكة ثانية اللي هي تردد الخمسة جيجا هيرز اللي موجودة عندي فوق لأنه التلفزيون اللي عندي ما بيقبل إلا تردد 2.4 يعني مدعوم بشكل كبير من هذا التردد وبيعمل مشاكل على التردد الخمسة جيجا هيرز والحل الثاني للأسف إنك تغير الراوتر أو بقوة الإنترنت الإكستندر وتجيب واحد ثاني بدعم ميزة عمل أكثر من شبكة تعمل واحد ثانية بتردد 2.4 وهو تردد الواي فاي اللي بتدعمه أغلب شاشات سامسونج وفي النهاية إذا ما زبط معنا أي حل من كل هذه الحلول اللي تم ذكرها ما ظل إلا أنه نشبك التلفزيون عن طريق كابل الإثرنت أو أنه تحكي مع شركة سامسونج يشوفوا شو المشكلة اللي موجودة في جهازك في أمان الله